معنا من القاهرة دكتور ماهر فرغة لخبير الجماعات المتشددة مرحبا بك معنا إلى السوديو الآن دكتور ماهر نعم الرسالة الصوتية الأخيرة دكتور ماهر لتنظيم داعش لمقاتليه يعني احتوت على رأها أولا المراقبون والمحللون بأنها رسالة الانهيار أو ربما رسالة الوداع وأيضا تركز على نقطتين همتين هما أولا الدعوة إلى الثبات في المعارك في الرقة والموصل في اللحظات الأخيرة من معاركهم قبل التحرير الثانية هي التركيز على الهجمات المنفردة ربما أو الدعوة إلى شن هجمات في أوروبا وخارج نطاق منطقة الشرق الأوسط ما رأيك لاحظ التباين الشديد والواسع والكبير جدا بين خطاب التنظيم في البداية حينما كان ينتصر في البداية وفجئنا جميعا في ظروف استثنائية وظروف غير طبيعية بأن داعش يسيطر على مساحة من الأراضي تعادل مساحة بريطانية يعني على أقرب مثال فكان خطابه كله خطاب زبحة خطاب تهديد خطاب وعيد للعالم كان خطاب شديد وعنيف جدا الخطاب تغير يعني كان يعتمد في الخطاب الأول على نبوءة أنه باقي وكانوا روجون دائما أنها الدولة الإسلامية ودولة الخلافة وهي دولة الخلافة الحقيقية وأنها باقية وتتمدد يعني ليست باقية فقط ولكنها تتمدد على حساب العالم أجمع ووضعوا خريطة واسعة جدا تشبه لحد ما خريطة الدولة العباسية الثانية فكان هذا هو الخطاب الأول هذا الخطاب خطاب الانهيار كما تفضلتم أو خطاب اليأس وخطاب الهزيمة مختلف تماما هو هنا لا يتحدث عن النبوءة مطلقا لا يتحدث على استمرارية دولته المزعومة أو تمدده على حساب جيرانه وعلى حساب العالم بل يتحدث عن السبات عن البقاء عن الصمود في الأراضي هذا الخطاب معناه تشجيع عناصره على المواصلة هذا يدل دليلة واضحة على أنه بجد ينهزم هزائم متتالية وواسعة جدا على أن هناك انهيار حقيقي داخل التنظيم على أنه يحرص كل الحرص على أن يوجد تماسك تنظيمي من جديد وهذا يدل على أن التنظيم داخله مشاكل متنوعة متعددة بسبب هذه الهزائم المحور الثاني في هذا الخطاب كان واضح بالفعل أنه يحرض عناصره في الخارج على التماسك أيضا وعلى القيام بعمليات زيب منفرد أو خلايا منفردة تقوم بعمليات في أنحاء متنوعة من العالم هذا يدلل على الخطة وشهدنا أيضا داعش وبداية تحرق في مراوي في الفلبين حتى ليس فقط في الغرب إلى الشرق أيضا نعم هذا صحية نعم وهذا هو تحدثوا عنه أيضا تحدث عنه لأبو الحسن المهاجر في خطابه تحدث عن الفلبين وأنهم أقاموا فيها إمارة وغيرها هي كلها أمور تشجيع للعناصر دب فيها اليأس يعني عناصر فوجئت من تنظيم باقي وتمدد وأنه خلافة آخر الزمان وأن معركة دابق وسوف تكون على أيديهم وسوف ينتصرون فيها على الروم كما كانوا يروجون أن هذا التنظيم لا يتمدد بل بالعكس هو ينهار وغير باقي كذلك وأن دولته تنتهي تماما حتى لا تبقى في أهم يمود الله أن يوم المعارك متواصلة في الموسل وفي الرقة وقريبا سيتحرر ولن سيتبخر هذا التنظيم في سوريا والعراق ربما الصعوبة الكامنة الآن في المرحلة المقبلة مرحلة الذئاب المنفردة مرحلة الهجمات المنفردة كما شاهدنا في لندن وفي مناطق أخرى أيضا بلدان أخرى من أوروبا كيف برأيك سيتم التصدي لمثل هذه هكذا استراتيجيات اليوم لا تحتاج لا إلى صاروخ ولا إلى مسدس ولا إلى آلة حربية ربما بسكين ربما بسيارة وتدعى سمارة الأساليب أصبحت اليوم غير مكشوفة لتنفيذ أي عمل إجرامي أو إرهابي في تلك الدول وربما في دول عربية أيضا كيف سيتم التصدي لهذه الاستراتيجية؟ نعم نعم التنظيم لا يملك لا يملك الآن إلا حص على نصره وعلى السبات ثم الدعوة إلى عمليات خارج حدود والأفرع والدعوة لتماسك أفرع التنظيم أو المجموعات المهجانة من التنظيم التابعة له في دول مختلفة من العالم هو لا يملك سوى هزين الأمرين التحول من الدولة إلى حروب نكاية وحروب إنهاك وحروب عصبات وحروب عمليات منفردة هنا المسألة تحتاج إلى أشياء متنوعة ربما أصحب على الجانب الأمني أن يكون لدي محيح؟ نعم موجهة هذه السياسة أصحب نعم على الجانب الأمني أو هذه الاستراتيجية لتنظيم داعا نعم يكون نعم يكون لدينا على الجانب الأمني شبكة معلوماتية ضخمة عن هذه الأفرع عن عناصر هذه الأفرع عن من يقوم بالتمويل عن من يقوم بالتجنيد عن القيادات الموجودة التي تقوم بتسكية هذه العناصر ودعواتها للقتال ودعواتها لهذه العمليات الإرهابية ومن الناحية الثانية هي تفتيت هذا التنظيم عبر ضربه في رأسي وهو الفكر فكر التنظيم وعبر وجود مراكز متنوعة لحصار هذا التنظيم فكريا عبر استيعاب العناصر ويعني أنا أعجبتني تجربة الدنمارك يعني وهي تدعو بعض العناصر التي سافرت إلى هذا التنظيم وأنها سوف تستوعبهم وأنها لن تقبض عليهم يعني هناك خطط بديلة لاحتواء هذه العناصر واحتواء عناصر هذا التنظيم قد تكون هي خطة ناجحة إلى حد ما كذلك الفرنسيين على سبيل المثال أيضا هناك أعداد كبيرة من الفرنسيين يقاتلون في صفوف داعش في سوريا والعراق صحيح؟ إذن بحاجة كما قلت نعم هذا صحيح لخطط واستيعاب لهؤلاء نعم والخطط لا تكون لدولة منفردة يعني الخطة لا تكون لدولة منفردة مطلقا بل هي تحتاج في الحقيقة إلى تنسيق دولي وإقليمي في الحقيقة لأنها يعني وأنا أشجع الخطوة التي قامت بها بعض الحكومات ومنها مصر على سبيل المثال الآن في حظر مواقع داعش يعني حظر مواقع داعش والمواقع المقربة من هذا التنظيم ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا لأن هذه المواقع هي العنصر الأساسي في عمليات التجنيد وما يطلق عليه غسيل الأدمغة يعني داعش يقوم بمرحلة وسيطة وهي غسيل الدماغ غسيل الدماغ عبر رسائله الإعلامية ومنها رسالة الأمس على سبيل المثال هذه الرسائل تدعو وتؤدي في النهاية إلى تجنيد عناصر عناصر منفردة تقوم بعمليات منفردة بعيدة عن التنظيم هنا على الحكومات أن تستوى بهذه العملية وتقوم بعمل شبكة معلومات ضخمة عن هذه التنظيمات وعن الشبكات التي تقوم بالتجنيد ومراقبتها جيدا ثم ضرب هذا التنظيم في أسوسه الفكرية التي يستند إليها ومنها تكفير الحكومات والحكم على المجتمعات بالجاهلية وغيرها وصلت الفكرة شكرا جزيلا دكتور ماهر فرغة لخبير الجماعات المتشددة متحدثا إلينا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من القاهرة ترجمة نانسي قنقر